السلام عليكم كنت تكلمت على ترحيل رشيد نكاز من سجن القليعة للسجن لبيض سيد الشيخ كنت تكلمت على ترحيل رشيد نكاز مصاب بمرض السرطان في البروستات المهم إذا صح مريض في الكنسير إذا كان مريض في الكنسير يجعله في مضرب كما هذا لأن هنا لا يقضي شيئا لأن الكنسير على البروستات يجعله العملية الجراحية والشيميو تيرابي لا يوجد شيئا أخرى جميع من المرة على هذا المرض يقول لك تقول لبي شيخ اللوف ربي سيد الشيخ سيد بلا علاج بلاك هذا نحن تقول لجريمة هذه جريمة وش كل مسؤولة على الجريمة المسؤولة على الجريمة معروف ما نروحه بعيد هو بالقاسم الزغماطي وزير ما يسمى بالعدل وزير وزير السرق القاضاء تعترفون وحلاش الزغماطي بعث راشيد نكاز نكاز لأنه نكاز قلقه أهانه وصح أهانه هو شفية بالرغم أنه نكاز أولا بعث له رسالة أنا والله لا أستطيع أن نقرها كاملة نهار الذي تكلمت عليه لا أستطيع أن نقرها كاملة لأنه كان نستعمل عبارات تحترام وتقدير كبار كثيرا لما يسهل لهم لا أستطيع أن نقرها الرسالة كان لكي أخبروا باللي راهم كما تدولوا في الحبس الاحتياطي راهم اخترقوا القناة ونبين هلوا بالدليل من بعد دلوا رسالة واحدة أخرى يقترح عليه وقلوا نخلص صناية الماكنة ندركوا الدرام بشيروا الماكنة المحابيس ونكرواهم مليح نحن نحن ما رو يقعد به يقول يعني وصح الماكنة في الحباس في الجزائر ما حيوان ما يقبلهاش يعني كيف الحيوانات في أوروبا يكلوا أخرى من الحبسية في الجزائر يقول يكلوا أخرى من المواطنين في الجزائر المساكنة يعني يكل لقمة الخبز يعني يكل ناس نورمال هنا قاسو وبقائد من المفروض من المفروض هذا زغماطي لديك لك يعاقب قانونيا أما يحبس في القانون وين في واحد ما زال في الحبس الاحتياطي ما زال ما تحاكمش ما زال في الحبس الاحتياطي هين فيه هنا يؤكد باللي هذه دولة صعاليك سيتاني تدفويو سيتاني تدفويو صح قائد أركان جيش يجمع لي مع قائد دارك وموديل البوليسية ونصب لي موديل الأمن الداخلي وموديل الأمن الخارجي ووزير عدل ينفي في الناس في الحبس الاحتياطي ويوجد أخرين يوجد فيهم كما تمت المحاكمات تحهم النهائية هاي لك شوف لما ما يقول قانون يعني تسمى سيتاني تا أورلالواء دولة خارجة على القانون يعني المسؤولين اللي فيها اللي نصبه روح مسؤولين خارجين على القانون ما يكون خارج على القانون البوندي ولكن كلمة البوندي شوية بزاف عليهم سيدي فويو صعاليك كلهم خارجة بينما Θيل سيدي إن كلمة البوندي فيها شوية إختمة شوية Предقوادي هذه أربعة رجلة لم يكن لديهم ريحة الرجولية لم يكن لديهم تقول أنه لا يوجد ريحة الرجولية أي شخص يكن لديهم لا أعلم نتكلم بكل موضوعية لأنه لو كان لديهم قليلة الرجولية لم يأتي لم يكن لديهم ينصبوا رواحهم أولياء على الجزائر لم يكن لديهم وزيد الذين يعملوا عندهم من حزامهم من الوزارة والجنرالات لا يقبلوا يأتي واحد لديهم حتى شرعية يعينهم في المناصب المسؤولية ومن بعد واحد ما يحاسب واحد المهم نرجع إلى الموضوع تقرأ أراشيد مكاز كانت تصرف غير قانوني وعندما كانت تصرف غير قانوني كانت تصرف غير قانوني كانت تصرف فيه ويو لذلك المجرم الأول المقتار في الجريمة هو زناطي ولكن جمالي معاه كانت تصرف غير قانوني كانت تصرف غير قانوني كانت تصرف غير قانوني ثلاثين سنة هذو ما يقدروا لا يقدروا لا يقدروا أطيح بينها لا درام في عالم أه خرم يحسبوا في الدرام ما حارك قادرين يجدوا يسير قادرين مثل المهم يسراقين ما حارد ندي وما حارد ندي وما حارد ندي وحزاب المعارضة أين هي مسمعناش حزب واحد ندد تصرفات هذه نذل زخماتي لعنت الله عليه دنيا وآخرة ولا حزب سياسي احتج قل حبسوه ولا صحيفة من صحافة بودورو ولا قناة التلفازية من القنوات الخارجة عن القانون المنبطح على النظام ما داروا نقاش او كتبوا على الاقل تعليق تحليل كذا منها بش يقولوا اسمعوه يا اللي يراكم حاكمين في الجزائر يراكم فارضين رواحكم سلطين رواحكم على الجزائر احشموا شوية شي اللي يراكم ديروا فيه يراه ايهانة للجزائر ايهانة للجزائر انه الجزائر يحكموها الناس يعفشوا في القانون واللي يعفش في القانون اسمه خارج القانون واللي خارج القانون اسمه فويو والفويو بلاستو في الحبس ما شيء في وزارة او في منصب مشؤولية لذلك لا صحفة كلمة ولا حزاب سياسية كلمة سواء في المعارضة وفي الموالات وعلى كل اللي حلم بقات حزاب سياسية اليوم شوفوا لا براف ما كانش حزب سياسي يرفع صوته وقال يا ولدي وعلاش هاد الشي اللي يراكم ديروا فيه للراجل هاكذا هذه المنقر ولماناكر الله كثيرة ما سمعناش هرجال يداعوا انهم وجوه سياسية اه شخصيات سياسية يتكلموا يقولوا حبسوا بالعقل حبسوا اراكم تهينوا في الجزائر لما تعسوا في القانون الضحية الاولى ماشي راشد نكاز او غيره الضحية الاولى هي الجزائر لان قدام الدول الاهنتها لما تحول واحد في الحبس الاحتياطي وتبعثو تنفيه لا تنفيه لا تنفيه ولا واحد يتكلم لذلك كل الناس يتكلموا ليس يتكلموا كلكم مشاركين في الجريمة جميع من سكبت عليها شريك في الجريمة لان هذه جريمة في حق الجزائر خليني من راشد نكاز في حق الجزائر جريمة في حق الجزائر لما يدس القانون لا تنفيه لا تنفيه لا تنفيه جزائر خيرت ابناءها لا تنفيه لا تنفيه لا تنفيه لا تنفيه أنت جزائر اللي يضرب بها المثال في العالم كنا نخرج للخارج يا جماعة القاسم بالله الأليل العظيم ماذا شي عشته شوف مشيت للأردن ندخل عن أي تاجر لما نقول له أنا جزائري ما يخلينيش نخرج من الحانوت إلا وشربت قهوة ويقول لي ما تشريش عليها يعني ما هو شجز كوميرسيال يقول لي لا ما تشريش ما تشريش عليها يقعد شرب معي قهوة وحكي لي على الجزائر هذه سنة ثمانيين تروح للحبسة الاتيوبي يقول له هاي مارجيريا أب يقول لك حبس احكي لي الطورات على الجزائر احكي لي على الجزائر احكي لي على الجزائر وين تروحنا رحت لموسكو تقول هاي مارجيريا هاي مارجيرا يضعوا على الجزائر هاي مارجيرا كانوا ألاف الجزائر الذين يدرسوا في الروس يقول لكم كيف كانوا الناس مكبرين هاي مارجيرا برغمنا طوائش مع الجزائريين بارتو والله يعني ما كانت تعلن الجزائري حسروحوا وتلمو حسروحوا ألاسكو يجبوا يعميوها بزاف يعميوها يدرون طوائش وين هاته ماذا سيلوا هذه اليوم او منذ نوعه حيث ان كنا جزائري ليحش مديجا في قرنه الجزائري ليحش مديجا ليحش في قرنه الجزائري يعني آف تشوفوا وين وصلتوا جميع من سكت على الظلم جميع من سكت على القانون يتعفس جميع من سكت على الجزائر يتتهان مجرم الله يقدر الخير لبلادنا والله يعجل برحيل من هذا الصحة عليك السلام عليكم ورحمة الله